عندي ثلاث نقاط النقطة الأولى اتصل بي بعد الحلقة السيد وزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي تواصلنا ودردشنا شوية سيد الوزير قال لي وده حاجة لما بستقبلها من مسؤول كبير وبيقول لي أنا مستعد أستقيل إذا كان ده حيحل المشكلة فأنا المشكلة لدي إن أنا عندي صلاحيات صلاحيات الوزير لا تسمح له بإقالة أو التحقيق مع رئيس نادي قال لي لما كان فيه مشكلات أنا أحلتها للنيابة وتم الإيقاف لمدة سنة قال لي متفق تماما أن هناك أجواء غير صحية وسيئة بيقوم بيها شخص واحد هذا لا يعني أن الرياضة المصرية بشكل عام مش بخير سادة الوزير كلمني عن حاجات كتير بتتحقق على أرض الواقع في مراكز الشباب الشباب هو وزير الرياضة وشباب قال لي أما بالنسبة للكورة تحديدا كان عندنا أكتر من المشكلة المشكلة الأولى هي قانون الرياضة اللي موجود الآن في البرلمان وبيتوضع لمساته الأخيرة اللي هتعطي صلاحيات لوزير الشباب والرياضة اللي ما كانش فيها صلاحيات قال لي ساعتها أنا هقدر أخد قرار اتنين قال لي أنا ما كنتش بساء بالحد في مكتبي وما قلتش لحد إطلاقا أنت رجل دولة مش هقول لحد مش رجل دولة أنت رجل دولة أنا كنت بحل مشكلات ولما رئيس نادي يطلب مقابلتي كان بييجي في حاجة محددة جدا بنحل مشكلات مش بدل حد مش بميز حد أنا بخدم الرياضة المصرية بالكامل لجنة الانضباط حصل فيها خطأ منذ أن شكلت في عهد السيد الأستاذ عمر الجنيني لما كلف برأسة اللجنة تشكيل اللجنة كان خاطئ مفترض أن لجنة الانضباط مش لازم يكون فيها مستشارين لكن في لجنة القيم اللي بيبقى فيها مستشارين واللي بتخضع المنظومة بالكامل للقرارات هم حقولوا يحل ده النهاردة عندما صدر بيان اتحاد الكرة